يسأل حفظكم الله عن فضل لا إله إلا الله وخاصة عندما قالها موسى عندما كان بحاجتها لا إله إلا أنت سبحانك أنني كنت من الظالمين يسأل عن هذه الآية أولا لا يخفى بأن هذه الكلمة هي كلمة الإخلاص هذه الكلمة كان صلى الله عليه وسلم بذل الوقت الزمني في سبيل الدعوة إليها وإحقاقها أكثر مما بذله في معالجة أو في التبليغ بالتشريعات المتعلقة بالأحكام في الصلاة والصيام والزكاة والحج والأخلاق والاتجاه وإلى آخره فهو صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما وهو يدعو إلى تحقيق كلمة الإخلاص يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم إجابة لأبي هرير رضي الله عنه وأرضاه حينما سأله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذه الكلمة العظيمة لا تنفع أبدا إلا بشروط ثلاثة أولا التعبد بتلاوتها وبالتلفظ بها لا إله إلا الله والإكثر من ذلك الأمر الثاني اعتقاد معناها الأمر الثالث العمل بمقتضاها إذا تحققت هذه الأمور الثلاثة فهي كلمة عظيمة هي مفتاح الجنة موسى عليه السلام قال يا ربي يا ربي علمني دعاء أدعو به لا يدعو به غيري فقال الله سبحانه وتعالى يا موسى قل لا إله إلا الله فقال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن كفة لا إله إلا الله فهذا لا شك أن هذه الكلمة هي في الواقع أساس التوحيد وهي أول ركن من أركان التوحيد ما هي الآن أركان الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا هو الركن الأول فهذه الشهادة لا بد أن تكون نحن في الواقع نتمنى من إخواننا المشاهدين سواء كان في داخل بلادنا أو خارج بلادنا أن يتفكروا وأن يعنوا بهذه الكلمة ويعنوا بما تدل عليه فالتلفظوا بها فتلفظوا المتلفظ بها والحال أنه يدعو قبرا أو شجرة أو حجرا أو أبوليا أو حيا أو ميتا ونحو ذلك ويرجو منه النفع والضر ويعتقد فيه القدرة هذا لا شك أنه حينما يقول لا إله إلا الله نقول له بأنك كذاب لا تقول هذه الكلمة وإن قلتها فأنت كاذب على نفسك فإذا لابد هذه الكلمة ما تتحقق وتتحقق نتيجتها ومقتضاها إلا بالتلفظ بها على سبيل التعبد وباعتقاد معناها وبالعمل بمقتضاها فمتى أخلص الإنسان العبادة لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله فهذه الكلمة إذا تحققت فيها هذه الشروط الثلاثة فهي الكلمة العظيمة وهي أول أول مبدأ من مبادئ هذا الدين إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تأتي الأحكام التفصيلية والأحكام العامة لكن قبل ذلك كله أن المعبود بحق هو الله وحده لا شريك له هذا في الواقع معناها